واربع دقائق موسيقى معكم حالة الماضي ساعة ونصف بش نحكيو ارقام بش نحكيو اقتصاد بش نحكيو نمو بش نحكيو بنك دولي بش نحكيو بنك مركزي مع استاذ الاقتصاد والخبير الاستاذ معز حديدين اهلا وسهلا سيموعز مرحبا بك اهلا وسهلا شكرا على استاذ وفا مرحبا بستاذ المستمعين لقناة راديو اكس فيس هي نسبة يعني الاستماع في طلوع رهيب اه شكرا لك الف شكر سيموعز مدام قلت كلمة نسبة خلينا علقوا على نسبة كانت توت قدملنا في الفلاشبوغ صفية محرر وقالت الي في اللحظة هذي تشهد بورس التونس ارتفاع طفيفة وصحيح اه سفر فاصل اربع وخمسين في المياه كيفش نجمو نقرأوا هذي في علاقة بالاقتصاد التونسي اه شو في الهكا في المطلق صفر فاصل اربع وخمسين في المياه ما نجموش اه نحكمو عليها مريم اللي انو ينجم مثلا النهارين التالي كانت السوق الاسم انخفطت بواحد في المياه وانخفطت لسبب بطلع غير صحيح فهذي تنجم ساعات تصير ريكوبراسيون انو ان غوبون تكنيك لي اما وقتش ان نقولو اللي فهم ارتفاع صحيح من منذ بداية السنة لليوم بورس التونس اه سجلت يعني اه مردودية بنسبة تلتاش في المياه اللي هي نسبة محترمة اه اليوم السوق المالية تشوف ربما انو الوضع الاقتصادي معناها ما هوش في خطر هناك استقرار على الوضع المالي على الشركات هناك تحصن في بعض الارقام خاصة يعني تحصن في الميزان التجاري والميزان الجاري هناك تحكم في مخزون تونس من العملة صعبة الى حد الان اه هذا يخلي ربما انو اله هناك تحقيق لارباح للشركات المدرجة بالبورس بدون اعتبار البنوك يعني هناك شركات اخرى في قطاعات اخرى اه صناعة في القناعة الغذائية اه هذا الكل خلى اللي ربما بورس التونس منذ بداية السنة تكون عاملت تحت تلتاش في المياه لكن بسفر عرب وخمسين هذيك في يوم من نجمش نحن هل هذا يأثر اه ويمكن يكون عنده تأثير على التصنيف اه تونس اه لا هو العكس هذا اللي كنت تقول فيه الكل يعني اه داكو اللي كنت تقول فيه اه داكو اللي خلى اللي فيتش ريتينج حاصن تترقيم امتعنا من من ترواسي موان ترواسي بلوس اه ونعرف واحنا في الترواسي ما فمش افاق ما تقولش اذا ما دو سي واحنا طالعين بش يكون فم افاق لكن تحسننا بدرجتين من ترواسي موان ترواسي بلوس هذيك اه نتيجة لتحسن العديد من الارقام خاصة يعني الريزيسانس انتع المخزون العملة صعبة في ظل يعني تمويل ديون خارجية اه هناك استقرار في سعر دينار التونسي مقارنة بالعملات الاخرى اه بالطبيعي نحكيه واستقرار مقارنة انا بالسنوات السنة الفارضة او لقبلها مش نحكيه بالنسبة لالفين وستاش ولا الفين وثمانتاش هذا الكل خلى ورات تونس اللي عندها القدرة انها يعني تكون قادرة على تزديد ديونها فكان من الطبيعي انه بالنسبة لالفيتش ريتينج تقول مفهماش عليش اني نخليها ترواسي موان تبقى قامت بتحسين اه بدرجتين وترواسي بلوس وهذا لكن المكتب الفاني متاع الترقيم هو لم يحرك ساكينا اللي هو يعني احنا ستاندار انت بورز ستاندار انت بورز مفهمة تلافة على الحقيقة مفهمة فيتش ريتينج وستار انت بورز وموديز اي صحيح موديز هي اللي خاطر ساندار انت بورز طلبنا منها عام فين وثلاثاش باش معاش ترقمنا اه دنك بالنسبة لالموديز ما زلت ما تحركتش لم توحرك ساكينا ربما في الايام القادم ما سيكون هناك ربما تحيين لهذا ترقيم من طرف موديز هذي يا اه معزة حديدين اه انجم يخلينا نتسئلوا على اه مشروع قانون ميزانية الدولة اللي اه ما شفناش فيه اه مؤشر متاع اه انه ماشيين الاستثمار انه مش نحسن الوضع الاقتصادي فيهم فما نوع متخوف في قراءة ادبية خليني نقول ومش محاسبتية لمشروع قانون المالية هذ هو معناه اليوم ولا قانون المالية وكأنه هو القانون اللي يرسم السياسة الاقتصادية في البلاد على حقيقة هو ليس هذا اللي يرسم يعني السياسة الاقتصادية هو يعني الميزان الاقتصادي للدولة المخطط الثلاثي المخطط الخماسي وتكون هناك فما استراتيجية واضحة ويكون يعني يقوم بها العملية هذه العديد من وزراء اللي عندهم علاقة بالاقتصاد وخاصة وزارة الاقتصاد ولكن بالنسبة للقانون المالية هو اختصاص وزارة المالية وهذا لتعديل بعض يعني الديتاي كما قولوا احنا او لتشجيع قطاع ما لخاطر هذك وخر شوية نحصلونه في الجباية اما مش قانون المالية اللي يرسم الاستراتيجية الاقتصادية بتاع البلاد راهو مش صحيح بكل هذا هو قانون باش يزيد حوافز نوعا ما لبعض القطاعات ينحين بعض الحوافز وخاصة وخاصة انو يزم يسكر الميزانية المستقبلية قديش عندي مصاريف متوقعة وقديش عندي مدخيل واذا كان مهوش بش يكفي باش نزيد شوية في اللمبوم منه باش ننقص منه هذا هو قانون المالية صحيح ما فيهش رؤية كبيرة لانه مهوش دوره هذي دور السياسة الاقتصادية والتختيت والميزان الاقتصادي وي دكاغ معز حديدين ولكن من بين ادواره انه يقوله منين بش يجيب التمويل بالطبيعة هذي هو مع انت اللي يخلي انه مشروع قانون المالية اللي هو يرسم ميزانية الدولة ميزانية الدولة منين بش تجيب التمويل منين من اي جهة هذي هو يعني يمكن اهمية هذا المشروع ولو كما تقول انت هو ما يرسمش التوجه الاقتصادي للدولة اليوم معروفة هو توجه اجتماع للدولة التونسية اليوم هذي هو مع انت التصور دولة التونسية صحيح اذا قانون المالية هو اللي يقول مني مش نجيب المصاريف انا عندي مدخيل ذاتي للدولة اللي هي جبائية وغير جبائية ثم عندي مصاريف عامة متاع الوجور متاع النفقات الدعم وكل شيء هذي يخرج لي عجز الميزانية ب 10 مليار دينار كنضيفو العشرة مليار دينار تقريب عنا اه رقم توا 15 او 20 مليار دينار تسديد ديون نلقاو بين العجز و بين التسديد ديون قديش الدولة يزمها تتسلف دونك قديش الدولة يزمها تتسلف 22 ع السوق الداخلية تقريبا و 6 مليار تقريب 28 مليار دينار هذو ما يزمنا نتسلفوهم عليش باش نغطيوا الجاب بين العجز و نغطيوا تسديد اصل الدين اوكي 28 عامنا في قانون المالية حاطينا 11 مليار دينار من السوق الداخلية و 16 مليار دينار من السوق الخارجية بطبيعة في اخر السنة ال 16 مليار دينار من السوق الخارجية ما حصلناش منهم حتى عصرة في المية دونك و في 30 جوان الارقام المحينة معنا تنفيذ ميزانية الدولة اللي في 30 جوان كل 11 مليار دينار من الداخل لمنا منهم 95% ربما نكملوا سنة اكثر من 11 مليار دينار لذلك جاي قانون المالية قال نجمت نهز الموارد من السوق الداخلية و فما شح في السوق الخارجية دونك سنة معناها بصراحة السوق الخارجية ستة مليار دينار يجموا يجيوا من ثلاثة من الناس و نزيدوهم زوز مؤسسات اخرين والباقي الكل على 22 مليار دينار من السوق الداخلية بين البنوك بين الرقاع يعني الخزينة بين الاكتتاب الوطني هيدا الكل 22 مليار دينار باش نجيبوهم من السوق الداخلية ولي هو معناها رقم كبير جدا ولي هو المثل ضعف تقريبا ما رصدناه في ميزانية 24 ضعف ما رصدناه ويمكن ضعف في التصورات وفي ايجاد حلول اخرى لانه هيد لانه هذي بشي اثر على الاستثمار بشي اثر على السوق انه الاقتراض الداخلي بش يمشي للدولة اكثر معز حديدين اه صحيح الاقتراض الداخلي بش يمشي للدولة معنها بش نمشيوا نطلبوا من الكل الممولين اللي على سوق داخلية بنوك وغير بنوك انهم يسلفوا للدولة 22 مليار دينار مقابل ذلك الدولة رصدت خمسة مليار دينار فقط كاعتمادات لميزانية الاستثمار العمومي وحاجة اخرى اللي يعني كل ما نمشيون الدينه كل ما اليوم نفقات الانتريد ولا ديت يعني نسبة الفائد على الدين العمومي اليوم اصبحت تتجاوز بكثير ميزانية الاستثمار اليوم عنا نخلصوا في ستة مليار او سبعة مليار دينار فائدة على الدين العمومي داخلي وخارجي مقابل خمسة مليار دينار ميزانية الاستثمار اللي قادة تهيابيد هاندع عشة سنية متبدلتش ديما خمسة مليار دينار علوغ كالبجي إلا يتي ميتيبليه بار 3 ولا بار 4 نبا فرد ديكولة او نيكونامي كمسا مراز حديني طبع طبع يعني ضعف ميزانية ورا نعرف وراو ميزانية الاستثمار تعال دولة فيها مشاريع جديدة وفما لنترتيم يعني هذك عليش اليوم كنشوفوا اليوم حالة المدارس وحالة المستشفيات وحالة النقل العمومي يعني حتى هذك يلزموا ميزانية اكبر من هكا اليوم الدولة ما عنديش عندها اولويات اخرى اولويات الكوتي سوسيال لما انتي انك انتي تفجل حاجات الامد متاحها قصير المدائع انا نقول نعطي يعانيت لهذا يعانيت ايه انتي الانفراستركتور ما عادش عندك حتى بيش تعطيتو ما عادش فما سبيتار معناها يلزم ينخمم في الانترم يلزم ينخمم في الانترم بكل مرة وانا نوقع في حلول قصيرة المدائع حلول اعانات دعم وجور وظيفة عمومية هذم ثلاثة ساكرين من نجموش المسوم وكأنه ما ساكرين ومن نجموش المسوم وبرغم اللي انه معناها ان نجمو وحتى الحكومة القاطبة للحلول انه اللي في الوظيفة العمومية ينجم يخرج تقاعد بمبكر ونعاونوه يعمل اللي ممشيش مليه ممشيش مليه الدعم دي ما قاعدنا ما نمسوش دعم وهذاك ظر بالفلاحة وظر بالتربيت الموايشي كنتوا تحكيوا اليوم شكومش يا ربي الموايشي ولا كما نحكي معناها التربيت البقر وهو يلزموا يوكلها لغت السوق لانك سيتو نمسوش كورتيرميست وانه بصنس دون استراتيجي استراتيجي بتاع الدولة اللي ترسم أهداف ترسم أهداف وهوني انتو نجيو مع قانون المالية ايه انا كي ترسم لي أهداف وتقول لي راني انا هاني اليوم هوني وبعد عامين وثلاثة نحب نوصل هوني وشنو هو الهدف الأخير شنو هو تحسين رفاهية العيش والقدرة الشرائية بتاع التونسي تونسي اليوم يحب روحوا فرحاء يقرر يقرر في ولاده في مدرسة باية قدرة الشرائية متى وشاريته تكافيه لخشاء هدا الهدف الأخير الهدف الأخير هذا كان نرسموه ونقول له كيفاش بيش نصلوه والله هنأكد لك تواصل كل يرضاو حتى بالزيادة في الجباية اما المشكلة اللي قاعدين زيدوا في الجباية برؤية كورتيرميست وهذا دونك يأثر على الوضع الاقتصادي وهذا يأثر على بعض القرارات احنا قلنا ماشين لخيارات كيما قلت انتي كورتيرميست وحلول اكثر منها وقتية منها مستقبلتية وماشين لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد مجرد المشاركة اللي أنوتون نص عضوة في صندوق النقد وكيما العادة كيما جرت العادة هنأ حاضرين في الاجتماعات هنأ حاضرين صان بلوس بالنسبة للفمي هذك واضح صان بلوس بالنسبة للبنك العالمي البنك الدولي يختلف نوعا ما بما أنه البنك الدولي لا يزال الشريك مهم هو يمول في مشاريع كبرى وخاصة قاعد يمول الفمي يقعد شركات ولكن هناك فتور نوعا ما مهمة يعني أنه نكونوا حاضرين نجمو يكون يعرف معناها تصير في بعض المقابلات نحاولو نفهمو الافمي الوضعية الاستثنائية ربما بتاع تونس اللي صعيب كان نقنعوه ولكن ربما نجمو نلقاوه نجمو يصير تقارب في الاراء ونجمو معناها نرجعوا مع برنامج في افمي بدون الشروط هذي أو بتقارب في وجه الاراء معناها ما يزالنا نكونوا حاضرين يزالنا نكونوا حاضرين لأن تونس معتها تكون على الأقل فما المشاورات الثنائية خارج الاجتماعات الرسمية ولكن هوني صندوق النقد الدولي يعطاك معتها ساغوسيت والدولة قالت انا مانيش قابلة بالغسية هذي ولكن في المقابل القرارات والخيارات اللي بش نمشيوا فيهم انت كنت تحكي عليهم منظومة الدعم الكتلة الوجور يعني هذو مو ما بيدو مثلا شنو اللي يخلي اليوم أنه تونس والليفمي ملقاوهش حال المبينيتهم شنو اللي يخلي هال السياسة معازح ديدي هاته سياسة شنو ملقاوش حالة انه تونس تكون يعني تلتة جاء الي قرس بي نعرفه لي فامي قديش معتها لطول ثلاثة اربعة في المية هو يتبع الدتيس يتبع الدولار يتبع بانيم ولا شنو اللي ما خلنيش معتها شنو اللي خلينا في هال بلوكاج ومنه نش نخرجو منه شو ماريم اذا كان انا باش نستجيب لي شروط لصندوق النقد الدولي هذا يعني يلزمني انا نضحي ونعمل دي مزور اللي هم انتي سوسيال هذا ينجم يمس من القاعدة الشعبية معناها هذه خطوط حمراء احنا ما يلزم نمسه ولا نضحيه بالجانب الاجتماعي وبالسلم الاجتماعي لانه هناك شريحة كبيرة من التونسيين هي تراه انه اليوم يلزم المواد هذيك تقعد مدعمة ما نشوفوش انه حل انه ربما نجمه نبدل المنظومة باكملها وانه ممكن حتى نلقاه منظومة اخرى وتخلينا احنا بعد عامين ثلاثة فيعوذ الدعم نحسنه في الاجرى في الاجور يخليه انا الفلاح نقوله الي هو ولا اليوم ما عايش يحب يزرع على خاطر يقوله انت الوفيس دي سيغيال حاكم عليا نشري عليه يشري عليا بسوم بلافوني شكون ما زال بش يزرع يزرع لو كان جيت قطاع معناها ليبر حر النجم انا نقول ايا نمشي مشروع كينو مشروع صيناعي ونمشي نزرع ونبيع بسوم عليه الي نحب عليه والكونكورانس التنافس والطلب كي يكتر هو بعد بش يعد الاسعار هذا ما حبينا نشيو فيه قعدنا كان نغزر وكان للكوخ تاغم وميزين يش نمسوا بالاصلاحات هذية الي هي كما قلت لك معناها هي نجم تمس بالسلم الاجتماعي شنو اللي نجمو نعملوه مثلا زو ثلاثة قرارات معازة حديدين اللي تنجم تغير هذا الواقع ونخرجو حتى ولو شوية من الازمة اللي مهيش والدة الساعة صحيح ولكن من الوضع الاقتصادي الصعب اللي فيه تونسا ديون نجيو للتوينسا ونقولولهم راهو هالسيتيوازيون الوضعية هذية هالترحيل معناها المصاعب الى السنوات القادمة ما تنجمش تدوم خاطر بش تكون على حساب الجينيراسيون فتور نجيو للتوينسا ونصارحوهم قولولهم شوف هاو فما برنامج اقتصادي لو كاننا نتبعوه أتو نوصلوا للأهداف هذية ونقولوا شو ما الأهداف راهو لو كان نعملو هكا بعض الإصلاحات في الدعم في المؤسسات العمومية راهو نجمو نحسنو في الانتاج الثروة بتاع تونس نجمو نزيدو فيها بـ 20% بعد 3 سنين 4 سنين وكل 20% هذيكا راهي بشتمشي زيادة في الأجور متاعكم يتقبلوشي تضحيو 3 سنين تتخليو على شوية من دعم ونقصو لكم مش نحيو كل دعم نحن نقصو فيه وكل ما نحيو لكم شوية دعم نزيدوكم في الأجور ونزيدو نحسنو في الدينار التونسي وفي عوض معناها تقعد 20 سنين تخدم بشتشريك رهبة ومتصرف حتى فرنك من شهريتك تنجمو تولي تقعد خمسة سنين من شهريتك من تصرف من حتى فرنك بشتشريك رهبة ونعطيهم الأهداف هذي يعني مسارحة الشعب مسارحة الشعب ووضع برنامج شفاف ووضع أهداف واضحة ووقتها التوينسر كل أعتقد ستقبل ستقبل بنوع من التضحية للوصول إلى هذه الأهداف هذي ربما وصفة يقترحها معزة حديدين مش نحسنو في نسبة النمو اللي يبدو أنو في 2025 تقديرات البنك الدولي تقول يمكن التضخم مش ينقص شوية من سبعة وفاصل واحد إلى ستة فاصل تبعة أرقام البطالة بشتقعد مرتفعة ستاش فاصل أربعة بالمية يعني يمكن 2025 بشتكون كيمة 2024 تنجم تكون كيمة 24 تنجم تكون خير هي لزمها تكون خير هي لزمها تكون خير هذي هو معنا كل عام يزم أحسن من اللي قبل أحنا يزمنا نمشيه في ثلاثة واربعة وخمسة وسبعة في المية ذي كان نحبه معناها ونعبسوه بالشوماج اللي عنا ونحسنه في القدرة الشرائية اليوم أما كيفيش بش نحسنه ونعملو اثنين ولا اثنين فاصل خمسة في المية في 2025 هذي بس تبيعه من بعض العوامل الظرفية اللي تعاونك بش تحقق نسبة نمو طيبة أسعار زي الزيتون أمطار تحسن المناخ شح المياح مثلا ينقص كمشكل هذيك هذي عوامل عوامل خارجة على برنامج تعتير حكومة مع تهو الدول هذي تخليك معناها معناها السياحة تواصل عنا سقمتها نتع سنة 24 تحويلة تونسين تحويلة تونسين بالخارج مهمين ياسر هذو ما كانش بدنا على قانون البنك المركز نجمه اليوم اليوم بش نحكيه على شوية قانون المالية والله هو في بعض الاجراءات طيبة جدا شنية الاجراءات الانجراء اجراءات تشجيع معناها الفلاحة تشجيع الواحد بش يعمل الانرجي معناها خلي معاش يخلص على السيارات الواحد بش نقصه في الفاتورة بتاع استيغ تشجيع الفلاحين على تربية البقر هذي الكل والله اجراءات طيبة بعض صناديق بش نعاونه ثلاثة صناديق ثلاثة صندوق للعاملة الفلاحية هذك مهم هذو ما اجراءات طيبة اما جي في نفس الوقت ونعملوا اجراءات متاع زيادة في الامبو ديريكت متاع اغلق الطبقة اللي ربما هي الوسطة الوسطة هي اغلب التوينسة فهمت الكادر معناها كل معناها الناس اللي تخدم في الشركات واللي قرات على روحها وضحات وقرات وقلناه وهو من اللي هو صغير يحب يقرأ ويوصل باش يعيش بنوع من الرفاهية يوصل يخلص توا كثالف دينار ولا أربع الف دينار جينا قلنا لهم انتو ما قريتوا على روحكم وضحيتوا ايجي وروا ترونت سنك برسن هذيك بش ردو هي لكم أربعين في المئة هذي الترونش هذي اينش قلت انا عندي حل اخر بالنسبة في عوض الترونش الاخرى اللي هي أكثر من خمسين ألف دينار اللي هي عندها تلتين سنة اللي أكثر من خمسين ألف دينار دي ما عندهم تو معين الناس اللي ما دخيلهم السنوية أكثر من خمسين ألف دينار الترونش متاع الغنوي اللي أكثر من خمسين ألف دينار هذيك يخلص عليها آآ 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 مباشر أربعين في المئة. والخمسين الف دينار هذي موجودة عندها تلاتين سنة. معنا الخمسين الف دينار تلاتين سنة راي اليوم ميتين الف دينار. كان من المستحسن. بو صحيحنا آآآآ في الترنش اللو تنين بدلنا شوية مسالش حاجة به اما في الترنش اللي اودولادو خمسين الف دينار كنا نجمو نزيدو دي ترنش خرين. نعم له ترنش من خمسين الف لسبعين الف. قولو هؤلاء. هؤلاء هؤلاء تولي و تخلصوا مثلنا سبعة وثلاثين في المائة. من سبعين ألف في المائة ألف. هؤلاء تخلصوا ثمانية وثلاثين في المائة. أكثر من مائة ألف ولا أكثر من مائة ألف دينار. هؤلاء أي يجيب وخلصوا أربعين في المائة. هيدا كان الحل كان يجب أعلقك. حاجة ثانية بالنسبة لأداء المباشر على الشركات. جينا قلنا. امبويوا ديسكريميناتوار en fonction du chiffre d'affaires اللي تعمل شفر d'affaires أقل من 5 مليار دينار تقلص 15% تعمل مبيعات بين 5 مليون دينار و20 مليون دينار تقلص 20% أكثر من 20 مليون دينار تقلص 25% رهو فما الشركات تعمل شفر دافير كبير وفي الأخير في الأرباح ما يقود لها حد شيء وفما الشركات تعمل في شفر دافير متوسط وتربح برشا دونك بش نلقاو بش نلقاو ولكن سده يفو أنكوراجي الربح وأنكوراجي أنه نستعم شفر دافير بي اكزاكتما أنتك تحب تعمل تعملي على الأرباح مش على الرقم المعاملات فما الشركات المارج متاحها تعمل شفر دافير زوز مليارات تصرف عليهم مليار تسعمية وتسعين المارج متاح موجود بتبيعها موجود برشا معناها اليوم مش اللي انفونكسون دي شفر دافير نحدد اللي كان من المستحسن أنو يامل نمشيه في بعض القطاعات نعرف القطاع قطاعات هيدوكها بخ سيكتور ويامل يامل ربح في القطاع هيدوكها معروف معروف قطاع السيارات نعرفوه رهم يربحوا مثلاً 10% نعرف hanche الربح في البنوك رهم يربحوا 12% نعرف hanche الربح في قطاع الباتيمن رهم يربحوا 1% دونك نعمل اون فونكسيون دو سا. مالا جيني انا الشركة كبيرة متاع باتيمون اللي هما يشكوا صعوبة كبيرة. صحيح. فهمت? ويعمل واحد مثلا اني اكسبورتي في الافريك. ويعمل في اه طرقات في الافريك. نجيو نعاقبوه اليوم. ويدخل في العملة صعبة. ويدخل في العملة صعبة. و هو هو جاي بالربح ملتاي. خطره كبير ياسر. اما مايربحش برشا. بالنسبية مايربحش برشا. وربما لو ما كينش يعني في الحجم هذيك. رو ما كينش تم اختياره مع انت ب الاحتيار يقوم بالعملات. دونك انتي تقول مع ازه ضدين اه اه ل trackingATA منام ش فى ترفيع فالآデية دا باغ اولا مش على 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 الارباح. مش عشف دفاعي ونما على الارباح. همين. ان فنقشن اما منشيو تلدريجيا ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين ترى اللي لو كان يدخلوا التعديلات هذية على مشروع قانون المالية وفي اقبل يعني المساطق عليه يمكن هذية يولي قانون مالية والله مقبول مقبول جدا مع الاجراءات الاخرى يولي قانون مالية مقبول اما امكانية يعني اي اما هذو ممتع الاربعين في المية الشركات والاربعين في المية اشخاص طبيعيين هذو ما يزم يقع ومن رجع بيه مازال لعنا اربع دقايق ومش نرجع معاك لمشروع ق القانون زده بدا يعني في الجدل قبل طرحه لانه هو بشي تم مناقشته بعد مشروع قانون المالية وهو قانون البنك المركزي مشروع قانون قاعدين يعني مجموعة من نواب يقولوا لي انه تغيير منح البنك المركزي واليوم البنك المركزي زم ما عادش عنده الاستقلالية اللي هو تبنع لها خاصة في المدى الاخير شنو قراءتك انتي وشنو ورايك كخبير ومختص يعني في الشأن هذو والله انا قريتو القانون مشروع القانون هو مش بشي نحي لان ديبوندانس لع البنك سنترال هو بشي يردها مجرد ادارة عند المجلس النواب آه كاريمو اي كاريمو معنا كل شي تلتجأ للبار اللجنة المالية البرلمين وتاخو رايو ومبعد لجنة المالية البرلمين كانوا يفقت تقول لها او كيفير يعني اود بشينا بعيد برشة يعني اللي تقول فيه هذا هو التصور يعني عديد الفصول يلزم يا اما بالنسبة للتو ديركتور والبلاسمون يعني بش توظف الريزير في البرة يلزمها بالتوافق مع الحكومة التو ديركتور اليوم شوالي بالتوافق مع الحكومة والاقتراضات الكل كل ما هو اقتراض يلزم آه لجنة المالية تاخو البرلمين توفق آه في كل شي مثلا اليوم بالنسبة مثلا اليوم الفصل خمسة وعشرين رابعا وزدنا خامسا وسادسا وسابعا وثامنا اليوم الشيقول يمكن للبنك المركزي ايليا البنك المركزي ايليا عنده خلاص اي تسديد دين خارجي البنك المركزي يخلص هو بالعملة الاجنبية اللي عنده في الريزيرف يخلص هو وكيفاش معناها كيفاش البنك المركزي معناها يسترجع خاطر اينا بش نخلص كريدي متاع عمومي بتاع الدولة دونك بش ناخو من الريزيرف اللي عندي نخلص بيهم كما مثلا الكريدي متاع ثمانية وخمسين مليون اورو خذيت الدولة من عند البنك سنترال سبعة مليارات مليار دينار خذيت منهم ثلاثة مليار دينار قتلها هاو في بلاستك اللي انت يخلص لي هاو نخلص باقتي بش نعطيك ثلاثة مليار دينار من فلوس اسمح البرلمان انه بش يخلقها يخلقها من لا شيء للبنك المركز التوى تبدلت معناها الوضعية ما عادش نعطيك فلوس بش نعطيك باندو تخيزقه انتي خلص الديون اللي عندك وانا في بلاستهم هاو رقاع خزينة ورقاع الخزينة هذو ما يكون على ستة عشرة سنين وكيفي يحل الاجل المتاعها نعطيك رقاع خزينة اخرين القانون هذية هو شو فلسفتو مع انت حسب لا اللي عمل القانون هذية اعتقد ما عملش تشاور مع مختصين في الاقتصاد النقدي راهو من الجموعش نخلقو نقد بمجرد معناه خلق باندو تخيزور فما اكتيف متاع البنكة اصول وفما باسيف على قد ما نكبره فالاكتيف بش نعطيه بش نعطيه انت قعد تقولهم ردوا بالكم اهل نقولهم ردوا بالكم من القانون هذية راهو اللي عملوا انسان ولا اللي عملوه ما عملوش تشاورات مع ناس مختصين في الاقتصاد وإذا كان مشينا فيه بش يخسر البنك المركزي استقلاليته فيقة ليلي قبل يخسر فيقة المتعاملين فيه داخليا وخارجيا ينجم يخسر حتى فيقة المودعين الخارجيين ينجم يخسر فيقة التوينسة اللي حولوا فلوسهم بالخارج نحكيه على حاجة قانون ما يزموش يتعدى واضح قانون ما يزموش يتعدى يقول ضيفنا اليوم الخبيل الاقتصادي والأستاذ معز حديدين شكرا لك على حضورك معنا شكرا لكم خليكم منا مع صفيام حرر في ناشا كم للأخبار في لمنا